مساء الخير مشاهدينا في كل مكان أهلا بيك وحلقة جديدة من برنامج العطار النهاردة حقيقة موضوع حلقتنا مهم جدا هنتكلم عن الحالة النفسية للأسف وعظم الناس بتعاني من مشاكل نفسية كتير جدا مش عارفين أسبابها إيه هل بسبب الماديات هل الضغوط للحياة العادية أتعبنا في شغل المشاكل الزوجية كل ده هنتكلم عنه النهاردة وحلول لي مع دكتورنا سالم العوضي باحث في علوم الأعشاب ونباتات الطبية اللي منوارنا النهاردة أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا دكتور والله موضوع الحلقة النهاردة أعتقد الناس كتير بتعاني منه ودايما بنسمع كده إحنا نخنوقين زهقانين إيه أسباب الخنق اللي إحنا فيها يا دكتور سالم طب أنا كنت نوع أتكلم عن العمودة الفقري وإزينا عالجه بدون عملات جراحية خالص وبالعشاب الطبيعية وإن شاء الله أي واحد عنده مشكلة في العمودة الفقر وخشنة المفاصل تتحل بعين الله بدون ما نستخدم لها عملات جراحية خالص ده بننوع عنها في حلقة ثانية طبا إن شاء الله الحلقة القادمة فانت بقى إيه وحضرتك اللي قلت لها زينا تكلم في الحلقة النفسية فالحلقة النفسية دي أصلا لها إيه الحكمة عند ربنا صحنا وتعالى إن الإنسان يمرض نفسيا لأنه إنت لو إحنا أصلا مش آلة إحنا أصلا كائن بيولوجي بتأثر بالمحيط الخارجي له يعني بتأثر بعشاعة الشمس بتأثر بالهوى بتأثر بعشاعة بنور القمر بضي القمر وبتأثر بالبيئة المحيطة حتى بتأثر بالنباتات اللي حوله وبتأثر بمجموعة الناس اللي حوالي يعني لو جعدت مع نص طيبين تحس إن الطيبة غلبت علي ولو جعدت مع نص أشرار ممكن الشر يغلب علي أنا كل كائن فينا بيتأثر بالناس اللي حوالي ممكن أكون أنا شخصتها أقوى اللي هي الطاقة السلبية والإيجابية وفي نفس الوقت ممكن أنا أكون قوتي الإيجابية أقوى منهم فلو قعدت مع مجموعة من الناس الوحشين أو الأشرار ممكن أغير منهم بقدر ما أستطيع حسب قوتي الإيجابية في التأثير فيهم طيب لو أن شخصته ضعيفة ممكن أتأثر بهم جدا جدا ومشي وراهم عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصحنا دائما أن احنا نتخير الصحبة الصالحة وأن احنا لما بنحبهم في الله ربنا سبحانه وتعالى بجمعنا مع بعض يوم القيامة في الجنة دي نصحة الرسول ليه؟ لأن كنت لما بتتعامل مع الناس الكويسين بتتأثر بيهم ده احنا كمان مش بنتأثر بالبشر وبالنبات بنتأثر أيضا بالجماد الجماد أصلا كائن حي هو كمان وإن كان جامد في نظرنا ولكن هو في الأساس ايه؟ برضو كائن حي بس حياة احنا مش فاهمينها حتى الآن لكن سيدنا محمد مر في يوم على جبل أحد فنظر إليه وقال هذا جبل يحبنا ويحبه إذن الجبل دي فيه مشاعر وفيه طاقة سيدنا محمد استشعرها في حب الجبل والجبل أيضا بيحب سيدنا محمد أو بيحب المسلمين في إنزاج بس الدكتور سالم خلينا أن نتفك على حاجة صعب أن أنا أختاري لحوالي لأن فيه ناس مجبورة أنا عليهم سواء في شغلي في حياتي الأسرية في العائلة فيه ناس أنا كده كده لازم أتعامل معهم بشكل يومي يعني فيه ناس أنا مش هقدر أن أنا أختارهم أو يعني هم مفروضين علي أتعامل إزاي معهم حتى في وجود طاقة سربي عندهم؟ طيب السؤال ده جميل جدا بس أنا كنت عايزة أقولك الفكرة من إن الإنسان بيمرض نفسيا ليه بيمرض نفسيا؟ أنا اللوقتي الجسم التاني بيجوا دي يخزن حاجات طول النهار بيخزن مثلا إيه؟ مثلا حد زعالك بكلمة فأنت بتخزنها جواك شفت منظر زعالك فبتخزنها جواك طول النهار إحنا عمل نخزن أحداث العين بتلتقط أشياء صور بيخزنها في العقل الباطن العقل الباطن ده بيتأثر بها جدا جدا وبالتالي بيبتدي الإنسان يعبر عن الطاقة السلبية والحزن الجواب من خلال الأمراض النفسية زي التوتر والقلق وكده كان فيه واحد اسمه بوهم سنة 1947 ده أنه يحاول يخترع بالأشعة التداخلية اللي هو الطيف الضوئي أو بسموه أشعة الليزر أنه يعمل مجسم بالضوء لمسلا لحضرتك مثلا فيحط أجهزة كده سلاسية الأبعاد ويبتدي صلط الضوء فبالأشعة التداخلية مع بعضها البعض يصنع إيه؟ صورة متكاملة الإنسان تلف حولها من جميع الجهات تشوفها من كل مكان فعمل الموضوع ده في دبي للسيدة الفنانة أم كلسوم عليها رحمة الله وناس فرجت على حفلة الأم كلسوم بطريقة إيه؟ الهولوغرافي اللي هو إيه التصوير الهولوغرافي اللي هو سلاسية الأبعاد بل كلام ده أقريب يا دكتور؟ آه في دبي وعمل الموضوع ده في الأقبرة المهم بوهم ده يعني إجد في باله فكرة جلك أن الكون اللي إحنا عايشين فيه ده هو كمان سلاسية الأبعاد بيستمد الطيف ضوئي من قوى أكبر منه مزهلة أشد من الكون اللي نحن عاشين فيه فبضع بعض الملحدين يحارب بهم ده ويقول له ما تقولش الكلام ده لأنك إنت بتدعونا أن في طاقة تانية خارج الكون يعني ربنا صحونا وتعالى فأنت بتدعو للناس للإيمان بالله أو للإيمان بالطاقة الخارجية خارج الكون المهم هو قال إن الكون كله فكرة والفكرة معنى وكل حاجة مخلوقة هي فكرة وداخل الفكرة معنى فأنت حضرك فكرة وداخل الفكرة معنى أو المعنى بتاعتك كله ملخص فين في الشفرة الورسية بتاعتك يعني لو أريد أن أعرف معناك أجيب الشفرة الورسية بتاعتك وأقدر أفهم شخصيتك من خلال الشفرة الورسية بتاعتك بتحمل كل يعني إيه الشفرة الورسية ده الشفرة الورسية اللي هو الـ DNA بتاع الإنسان ده موجود في جلب الخلايا في الكروموسومات بتاعت الإنسان ببقى بيحمل بقى يعني أنا أخذ الشفرة ديت من خلالها وحطها واجرى الحروف اللي فيها أبتدي أفهم كل الشخصية تقفهم الأمراض بثاتك بل بالعكس من وانا صغيرة على كده من وانا صغيرة إنسان هو في بطن أم ورحم لسه بتتكون الشفرة غرسية دي وكل إنسان له شفرة غرسية خاصة بي حتى النبات حتى الأسماك اللي في البحار كل حاد له شفرة غرسية والشفرة غرسية دي بصمة الله عز وجل فين في الإنسان طيب الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه يعباره عن مجموعة من الزرات الخلايا والخلايا دي تفعى زرات يبقى الإنسان كله مجموعة من الزرات والكون كله مجموعة من الزرات وإحنا كلنا طيف ضوئي بس مجسم الطف الدوء دي تقدر من خلاله تعرفي اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول لي الله نور السماوات والأرض فالسماوات طيف من عند الله عز وجل والأرض طيف من عند الله بس بوهم استطاع أنه هو يعمل الإنسان مجسم طيف ضوئي ولكن الله عز وجل خلق الكون كله طيف ضوئي ولكن مجسم وقد أبقى لحضرتك فإحنا دلوقتي في تفاعلات مستمرة مع الكون من حولنا أنا دلوقتي وأنا جاي في الطريق شفت الطريق يعني زحمة وكلام من ده فبدأت أتوتر حملت الهام جاعدت أفكر طرقه وصرب على مدل خلق ولا لا ده أنا عايز أفصله لك يا دكتور يا دكتور سارب إحنا كده كده غصبر عننا إنت ممكن تتضايق بالضغوط اللي حواليك كلها يعني إحنا جايين النهاردة طريق زحمة غصبا عنك أتلاقي نفسك تتوترت وكتقبت والضايق نتعامل إزاي مع الحاجات طريقة صحية جميلة جدا جدا طريقة صحية أن أنت تتوتري وأن أنت تجلاجي لأنك أنت مش آلة ما أنتش آلة جفة مصنوعة من حديد وما بتحسيش لكن أنت سبحان الله ربنا سبحان الله تعالى خلق لنا عقل لنا مشاعر ولنا حسيس وكلام من ده فإحنا مش على جد فالسي النقطة المهمة بقى إن إحنا لما بنتوتر نفسيا أو بيحصل لنا اكتئاب أو بيحصل لنا ضيق أو بيحصل لنا قلق وما بنرفش النام كويس ده بيأثر على الأجهزة العضوية لدخل الجسم يعني إحنا دلوقت الجسم الإنسان بينقسم لحاجة اسمها النظام المستتر والنظام المتجلي المتجلي يعني أنت شايفاني جدام عنيك متجلي أمامك وأنا كمان شايفك متجلية أمامي ده يسمو ليه النظام المتجلي يعني اللي أنا شايفه أمام عيني خلف هذا التجلي في حاجة اسمها النظام المستتر اللي هو الروح فلجوا أن كل الأمراض اللي موجودة في جسم الإنسان هي أصلها وسببها النظام المستتر اللي هو العقل الباطن والروح بتاعت الإنسان اللي بتتأثر بالأحداث اليومية اللي بتمر بيها طول النهار طب أستذلك نأخذ اتصال بالو فترة معنا؟ فضل معنا أسماء مساء الخير يا أسماء مساء النور قلوسة معلك هكلم الدكتور اتفضل الدكتور مع حضرتك هو أنا دكتور طب و أنا يستطيع أخذ رقم كل خاص ماشي حاضر ماشي إرجاعي بعد ما تقفني معنا إرجاعي للكونترول و هما هيكدوك الرقم على طول أساس محمد اديها الرقم بعد إذنك اتفضلي سؤالك إيه يا فندي هي بقى تسأل سؤال خاص بقى طيب التسلي ثاني و هما هيردوا عليك و هيدوك الرقم على طول طيب إزاي برضو يا دكتور ما تأثرش عارف لكي ناس بيبقى عندها كده لا مبالاة الدنيا تتشل وتتحطى جنبهم ما تتأثروش لا هو كل الناس بتتأثر كل إنسان ربناه حتى الحيوانات نفسها بيجي لها اكتئاب و توطر و قلق و تبقى مش طبيعية و كلام منه بس ربما سبحانه وتعالى إحنا بناخد شبالنا و إنت دلوقت جمعية رفقة بالحيوان تلاقي الناس واخد كلاب و راح تكشف عليها عشان الكلب مكتائب أو القطة مكتائبة فكل الكائنات الحية بيحصل لها نوع من التوطر و القلق و الاكتئاب أنا بقى دلوقت كإنسان و سبت نفسي لهذا المود من التوطر و القلق فبيحصل بقى إيه؟ يأثر لي على جهاز المناعة و يأثر لي على الكبد و يأثر لي على الكيلة و يأثر لي على عدد دقات القلب و تبتدي الهرمونات و التفاعلات اللي بتتم في جسم الإنسان تتفاعل بشكل خاطئ و سيء فيحصل بقى حموضة في الجسم شعري يتساقط و واحد يجيله السكر و واحد يجيله الضغط و ممكن حد يموت كمان من التوطر و ممكن واحد من الصدمة أو من الزعل أو كلام من ده يحصل نوع من الصدمة النفسية الشديدة فتأدي به إلى الوفاة طب إحنا بجأت دلوقت إزاي نقوي أجسامنا تب مناعية ضد التوتر لما أنا أتوتر ده شيء طبيعي لما كتأب يجي لك تأب يجي لك شيء طبيعي المشكلة بجأة أن أنا أطول و أخش في حالة مرضية تب سابتة عندي و ما تغيرش بجأة يعني أدني مثلا عندي حاجة اسمها الرهاب الاجتماعي يعني مش عازة أتعمل مع حد فرضت على نفسي الرهاب الاجتماعي الرهاب الاجتماعي اللي هو يجي لك لحظة ده مرض نفسي بيجي للإنسان يلو لحظة كده كاره الناس مش عازة تعمل مع حد زعلان من كل البشر فيكفل على نفسه مش عازة تعمل مع حد خالص ده أسبابه أي يا دكتور أسبابه بجأة أنه في حد زعله وحد ضيج وفخد أستأذنك منك ناخد تصل معنا دكتور محمد مساء الخير مساء الخير يا فنم مساء النور يا فنم آآ انت طبعا من وراء الشاشة ومدام متغلقة ومدام ثالية أتواصل مع الدكتور سالم بعد ذلك معاك دكتور سالم اتفضل اتفضل ازاك يا دكتور الله بارك فيك ازاك يا دكتور محمد أكبر سيادتك إيه الله بارك فيك باش الله أصلحك ممكن سألت سألت دكتور بعد ذلك فضل ضغوط الحقيقة دايما بتخلي الواحد دايما متوتر كده طبعا يعني يعني التوتر دي دايما موجود من ملياشي اللي احنا عايشينا وكده طبعا انا أتغلب على التوتر ده ازاي يعني عاصلا أطلع من التوتر ده بعني طريقة ممكن تحضر فالباستي بينينا وباستفاضة يعني ماشي حاضر عني يا حاضر ماشي حاضر شكرا يا فلم شكرا شكرا لاتصالك يا دكتور محمد قبل ما ناخد الاتصال الأول كنا نتكلم على الحالة النفسية اه وان احنا بنتأثر باللي حوالينا وموضوع ما يزدش معانا وعن الوحدة اللي الناس اللي عايزة بعد عن اللي حواليهم كلهم دا نتيجة أسباب ان مشاكل حصلت مع الاسحابهم او مشاكل في الأسرة فحب العزلة او فضل يبقى الواحده اكتر بص الاول بس دكتور محمد دلوه بيسأل على التوتر دوت لما انا مثلا اكون بتوتر يعني انا ما عنديش ايه ثبات نفسي واجتماعي في شخصيتي شخصيتي مهزوزة من دوه فاجل حاجة بتوترني بسرعة فتلاقي الواحد المتوتر دا دايما مروش عصبي بتنرفز بسرعة لان اجل حاجة بتوتره انما هو اصلا على فكرة في مثلا في ناس في الاكاديميات العسكرية بديه دروس في ازاي تتحكمي في اعصابك وتتوتريش مثلا زي سائق الطيارة كان مساء ريس حسن مبارك دا يجي يقولك انا كنت باخد دروس عشان ابا ثابت وما يجيش لي ايه انفعال عشان ننسيك طيارة ومعايا ارواح ناس فالموضوع دا بيجي بالتدريب اكتر ناس بتتدرب على السبات الانفعالي وما يتوتروش الناس المؤمنة بالله عز وجل ايمانها بالله راسخ وكوي جدا جدا دايما هو فيه علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى فدي بيتقوي عنده الامان بالله يعني مثلا لو حد يجي يقول له ايه دا واحد جاربك توفى يقول انا لله وانا ليه راجعون كلان يصيبانا الا ما كتب الله لنا بس مش كل الناس تقدر تعمل الكنترول دا تفسير لا هي بالتدريب لو جبتي لأي انسان وبدأ يتدرب هتدصت لجيه عنده كوة شديدة جدا جدا في تقبل كل الصدمات اللي في الحياة هي عملية ايه انه هو لما يستجبل الحدث يقومه يطلع له طاقة مقومة بحس انني ما توترش يعني مثلا اكون متعود على الاحداث يعني اصعب حاجة ايه لا يحصل في الدنيا لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توفى الامة كلها توترت كل الناس زعلت كل الناس مش مصدقة ان سيدنا محمد توفى الوحيد اللي جابها للموقف دي رغم انه كان اشد الاصدقاء له ومن اقرب المقربين له وكان بيحبه جدا جدا وطلوط عمره ما بيفرجوش بعض هو سيدنا ابو بكر الصديق ناس كلها توترت لحظة ما سيموت وانه اذا محمد مات فان الله حي لا يموت فايمانه بالله اقوى من ايمانه بسيدنا محمد كشخصية واخدني اخد بالك فانت دايما بتجاب لي الاحداث كلها وبتقسيها على انها مهما كانت هي بسيطة كل امر يند الله عز وجل امر هيا وسهل لما نكون عندنا الايمان بالله عز وجل قوي احنا ما بنتقصرش بالامور دي جاله ده الحاجة الفلنية دي حصل ايه يعني ما تحصل مش مش مشكلة المهم ان انت اهم حي تحفظي على صحتك يعني مسلا واحد ركب عربية عربية اتخبطت ما تتخبط ايه يعني ما تتخبط ما تتخبط لا يدخل تتخبط للميس ان هما بيستقبلوا اي حاجة في حياتهم يستقبلوا كل الحاجات اللي هي المادية بطريقة فيها يعني انها ما تأثرش في شخصيتهم عبدا انما اللي يأثر في شخصيتك ليه المشاعر مسلا انت بتحب حد وازاكي فانت بتزالي جدا ان هو ازاكي لكن انت لما تكون متعلقة بالله عز وجل وتخلي علاقتك بربنا قوية هو ده احسن علاج لموضوع التوتر والقلق طب هل هناك فيه اعشاب وانا بتطبط بها مسلا باحد لو انسان شيربها تهدي اعصابه لو هو اصلا مش عنده القدرة على انه يتحكم في نفسه ايه انا عايز بقى الاعشاب دي ووصفات كده بس معنا بتصنخده ونتكلم عشان الناس تحضر وراء وقلم كمير سير الخير يا ف... مين معاي الاول سير الخير ايوه لو سمحتي عايز اكلم بالدكتور واسأله عن الحاج معايك دكتور سارم اتفضلي يا فرح لو سمحتي دكتور هو ايه الوسواس القهري اصلا وازاي اتعامل معاه ماشي حاضر الوسواس القهري دوه مرض شكرا انتصالك الاول اه شكرا مرض نفسي بيجي الاول بالانسان في الاول خالص بيبتدي يحس ان مثلا كل حاجة حواليه مش مخصولة كويس او ايده ما تغسلتش كويس خاصة بالنظافة بس يا دكتور شكف ان يغسل ايده ويرجع يقول لك الله ايدي ما تغسلتش كويس يرجع يبالغ في غسل ايديه يجي مسلا يمسك الاكرة بتاعت الباب يقول لك لا ده الاكرة ده مش كويس يبتدي عايز ينظف الاكرة عايز ينظف ايده ينسلم على حد يشكف ان ايده ديت اصلا ممكن تكون ملووسة يجوم يروح يخسل ايده ويمسك ويخسل مرة ويمسك دايما ناس اصلا ده الوسواس القهري ده ايديهم بايشة وحياتهم كلها يعني معقدة بسبب ان هو اصلا عنده نوع من الوسواس وسواسة في النفس بتخليه دايما يعني يعتقد ان كل حاجة غير نظيفة ودي بقى اسمه الوسواس اللي ايه العضوي اللي هو اصلا برضه هو مكهور تحت منه بس كلها حية ظاهرية انما بفيه وسواس كهري العقائدي انه هو يقود يقول لك ايه طب هو ربنا سعنا تعالى خلاجنا طب من اللي خلاج ربنا يجيله بقى ايه كل شوية الاسئلة دي تورد عليه ودني يبتدي يشكك في كل حاجة فكرية حوله الوسواس العضوي اللي هو اصلا بكل شوية بالغ في خاسل ايد والملابس بتاعته تكون نظيفة بشكل جيد ده سهل لانه احنا ممكن نعالجه انما الوسواس القهري ده عايز اصلا جلسات فكرية يعني انت تقود مع الواحد وتقود تكلميه عشان تخرجيه من الحالة اللي هو بيفكر فيه لانه هو كده بيسموه انه هو شخص متعدد الشخصيات هو خرج من حالته الطبيعية ودخل في موت تاني خالص دخل في حالة تانية خالص بيتعامل بانك انه شخص مختلف عن الناس ويبتدي يحس انه هو بيفكر اكتر من الناس ولكن ايه كله تفكير وعلى فكرة الوسواس القهري ده موجود ناس المسلمين يسألوا في الدين الاسلامي مثلا والمسيحيين يسأل في الدين المسيحي واليهودي يسأل في الدين اليه اليهودي وهكذا فالمشكلة بقى ان الموضوع ده بقى بيعوز بقى علاج ايه بقى ان مثلا البنت اللي هي حاسة ان هي عندها وسواس قهري عقائدي اللي هي بتجوا تفكير اللي هو فكري يعني انها تبتدي مثلا ايه تشرب حاجة اسمها ورق الريحان ولا فاندر الى الاعشاب اللي كنت لها بالفاندر هي اصلا العرب زمان لما كانوا بيشموا ريحة الريحان او يشربوه فيحس ان هم زود عندهم الهرمون السعادة ويحس ان هو سعيد جدا جدا فهما ما كانواش يعرفوا موضوع الهرمونات وان هو ممكن يسمىه هرمون السعادة فراحهم سمين الريحان ايه مفرح القلب المحزون يعني شفت الكلمة مفرح القلب المحزون يعني انا حزين اشرب ورج الريحان تليهن بعد شوية الموت بتاعي تغير وحالة النفسية استقرت وبقت ممتازة فلما يلاقي واحد عنده اكتئاب او قلق او توتر يقوم على طول يجي وعملين له ايه كباية شاء كباية ريحان وهاتا ربنا يقول لك روح وريحان لان الريحان بيريح الروح بتاعة الانسان يخلي الانسان في بحبوحة من امره وحالة النفسية مستقرة ويهدي اعصابه وتلاقي التوتر والقلق اللي عنده بدأ يخفه خالص كل الناس اللي هي بتعاني من اي مشكلة حتى لانده صرع او عنده كهرباء الزيادة في المخ والريحان سهل وموجود اما ان هو دايما يستنشقه كتير او يغليه ويشربه يعني يجيبه اخضر وده انه يشم فيه او يغليه في المية ويشرب منه باستمرار مرتين تلاتة في اليوم هيحس ان اعصابه هديت خالص ومشاء الله عاد عنده مكاومة للتوتر والقلق اللي بيصيبه طب احسألك سؤال شخصي يا دكتر فضل اكيد المهيط اللي حواليك بيجي ويتكلم معك بياخد رأيك في الموضوع استشارة يعني بيتكلم بيفضفض معك زي بيقول بتنصحه بايه يا دكتور يعني بتنصحه ان هو ياخد اعشابه خالص ولا بتنصحه ان هو يعني اذا يبقى الواحد ياخد الصدمات ومنطه الهدوء من جب اي انفعال يعني عمري في حياتي ما نصحت حد ياخد ادوية ولا عشاب خالص انا دايما لما بيجي اكلم اي حد بيشتك من اي حاجة لازم الاول اركز على حالته النفسية انا يعني انصحه اطلع منه اللي هو المكنونات الداخلية في نفسه اطلع منه الطاقة المفتفونة جواه اخليه هو يكون عنده مكاومة ذاتية للامرات سواء الادوية او النفسية يعني او ده حفزه ان انت اصلا انسان قوي انت انسان قويس انت انسان ممتاز انت زكي انت شاطر انت متسيبش نفسك للحالة دي تحاول تقومها حاول تغير من نفسك انت بتلعب رياضة يقول لي لا اقول له روح لعب رياضة نزم نفسك تجرى كتب يقول لي لا اقول له حد كتب يوميا اجرى لك كل يوم ساعة واثنين انت مثلا بتجد مع اصدقاء وحشين متاخدش معهم روح اجد مع ناس قويسين كل يوم اتمشى شوية في الاول خالص اقول له كده واذا لجيته تحسن بقى كويس كان بقى ما كانش ممكن اديله تركيمة مثلا من العشاب ونباتات طبية اللي تساعده على انه يبقى كويس في النقص اللي موجود عنه مرهاش اي اضرار تانية جانبية اي عشاب ممكن تضر الانسان لو معموله بطريقة خطأة او مش كويسة لان العشاب كيميا وجسم الانسان كيميا فبيحصل تفاعلات ما بين العشاب ومن جسم الانسان فلما الانسان ياخد علاج صح تلاهي خف من اول يوم وثاني يوم وثالث يوم يعني الاعشاب دي يا دكتور لو حد مكتئب وعنده امراض تانية مزمنة ممكن ياخده ولا لأ بس جوابني بعد ما اخد اتصال بقاله فترة معنا ماش طب استاذ بحمد مساء الخير مساء الفول لي فاند مساء النور اتفضل ربنا خليك مبتايا انا بشكر حضرتك على موضوع الحلقة وبشكر الدكتور بزمعنا بس انا كنت عاوي بسعل على حاجة تزود الحرق بالنسبة للريجيم او كلام زي كده بالاعشاب على فكرة يا سيد محمد احنا في حلقات لنا جاية ان شاء الله هنتكلم فيها عن التخصيص والاعشاب الحرق اجاوبه اجاوبه برضو عشان انا بس هنجاوبك يا رب بس احرزك جدا يا فاند هنجاوبك حلو يا سيد محمد وشكرا اللي اتصال لك يا فاند سيد محمد انت هتجيب رويند وكابلي وشمر وكوركم الاربع دول مع بعض كميات متساوية خد معلاجة صغيرة كل يوم اغليها واشرب منها الصبح وممكن تعصر عليها لمون او نص لمون ممكن سكر داية معها ولا رائب منغير سكر داية ولا اي حاجة انت بعد يومين ثلاثة هتتعود على طعمها وتحبها وتبها وممتاز عايز اشربها باللمون ماشي عايز من غير اللمون ما فيش مشكلة اشرب ديها كل يوم هتلاقي نفسك ما شاء الله ساعدت على الحرق وخسست وممتازة جدا وكويسة وفي تركيبة مثلا تانية برضو لو انت عندك ورق زيتون وبردكوش ومورنجة وتجيب معهم برضو روين برضو بكمية متساوية من كل احيان خمسين جرام كده احناهم مع بعض وكل يوم الصبح تاخد معلاجة غليها وتشرب كوبية قبل الفطار وكوبية قبل الغدا وبالليل ما تتعشاش يعني حاول تاكل صمرة فكهة وتشرب كوبية العشاد اسبوع بالظبط هتلاقي لو عندك بطمأ وجسمك تخين هيخص ان شاء الله خالص معنا تسواب تانية ناخده يا دكتور وارجع لموضوعنا ماش طرد طرد علي أستاذ علي مساء الخير مساء النورة مساء نورة مساء نورة مساء نورة مساء نورة مساء نورة مساء نورة مساء العقلي وبالنسبة التهاب العصاب في حيث ما تصلهم متعدد كان عندي واحد زمين يعني بعد الأشياء والرمين وأشياء المخ والكلام ده طب اللي هو ها في عشاب مساء آه في آه ان شاء الله هو عنده عند نفس الشخص عند نفس الشخص آه التهاب العصاب وهو الحمد لله من شعر في الاسم يعني طلع التحليل الكويس والنقاع الشوكي واغلب لهم صلة كويسة بس في المساء على العصاب بتاعت اليد طب تمام آه آه بص يا بشا ونسبل المحل دي علاج للتصام العقلي آه طبعا ان شاء الله بص الله على رسول الله هو شخص ده إنسان بطبيعته هو طيب وفي نفس الوقت حساس جدا جدا وهو من نوع اللي حد بيقوله كلمة بياخد على خطره بزعل جدا وهو دايما باستمرار من النوعية اللي بيخزن المشاكل ودي لسا اللي جايل في أول الحلقة إن قسرة المشاكل النفسية بتأثر على الجسم فبتظهر الأمراض العضوية في الجسم مفيش مرض عضوي في العالم عند أي إنسان إلا ما تلاقي سببه نفسي في الأساس يعني هو حالته النفسية ساءت ثم بعد ذلك ظهر المرض العضو لانده فهو عنده مفصان في الشخصية أثر على العصاب عنده وعمل له التهف العصاب وأثر على إدراءته لو حالته النفسية استقرت وبقى كويس هتلاقي إيده فكت وبقى ممتاز إحنا طبعا إنت ممكن توصل معي بعد الحلقة إن شاء الله أنا هقولك تأمل معي وهيبقى كويس جدا بأمر الله أنا كان في واحد عنده صرع بيغم عليه كل شوية وينام في الأرض وجيله صرع شديد جدا جدا بفضل الله زي جال لديته أعشاب في خلال شهر بالزبط الصرع راحة وده إنه بتاع خمس ستة شهر ما بجوله الصرع جاعد يحكي للناس أنا الحمد لله ما عدش بجيل الصرع راح جيله الصرع تاني وطوله ما عدش تحكي لحد وربنا إن شاء الله يشفيك هددت له العشاب تاني وإن شاء الله ربنا يشفيه رغم إن هو بجاله يجي 20 سنة ماشي مع الدكاترة عشان موضوع الصرع اللي عنده ده معانا تصالي دكتور من إسمها حد مرح بقى بفضل معانا مرح مسائل خير مسائل نوري يا فضالي مسائل نوري حبيبتي الصدالي لو سمحت تنتعيب يا فضالي يا فضالي معايك دكتور سالم الفضالي يا فضالي لو سمحت يا دكتور أنا بعالي من فضاع نفسي وعصبي ودايما أحساب المتوسرة ومشدودة في أي صوت عالي على طول بيوترني وعصابية وده بجم حد يتحيالها يعني طيب فكنت عايز يعرف يعني إيه العلاجي ده طيب بص إنت أصلا ما كنتش في القصيس عصبية إنت أصلا في يعني إنت إيه سبت نفسك للعصبية سبت نفسك تتعصبك ما كنتش بتحاولك تتحكم في عصابك فمرة في اثنين في ثلاثة ده عودت نفسك على إنك تكون عصبية ثم بعد ذلك بريت فعلا عصبية فده الوقت إنت لما بريت تعودت على العصبية أي حد يوترك تتعصب أي حد تخبط جنب منك تفزعك لأن إنت أصلا خلاص إنت تعبت جهازك العصبي لذلك إنت معنتش بتتحمل أي حاجة خالص عشان الصداع بقى يروح منك النصف دوت وتحس إن إنت إنت ما شاء الله كويسة الأول خمسين في المية منك إن إنت لازم تعود نفسك من هنا ورايح على الصدمات يعني إيه لو باب تفتح جامد كده وعمل خبطة جامد إنت تبقى عمل حسابك إنك لو ما تصد زي ده ما تتخضيش عايل عمل هيصة جنبك ما تتوتريش وبعدين ما تتعصبش على العيال لأنك إنت هتتعصب عليهم هتنرفزهم هتلاع عصبين زيك هتبقى العصبية عدوى في العيلة هتكون إنت السبب فإنت تتحكم في عصابك ده أولا تاخد قرار من داخلك إن إنت إن شاء الله تكون كويسة ثم بعد ذلك تجيبي ورج الزيتون خمسين جرام وكسبرة خمسين جرام ودي بحي اسمها اللفاندر اللي هي مليسيا اللفاندر جزدي ومليسيا ودي بمعهم وراج الريحان اللي اللي لنسا جال عليهم خمس حاجات إنت باكتبوهم ورايا وكل حاجة خمسين جرام وتطحنون مع بعض واشربي هتلاقي الصداع إن شاء الله بعد ثلاثة أربعة تامة الأسبوع راح خالص وحالتك النفسية والمعنوية عادت ممتازة وربنا إن شاء الله يبارك فيك ووفيك قلنا قبل التصالات يا دكتور بنتكلم على حاجة الأعشاب هل الأعشاب إنه ما أخدها بشكل يومي ممكن يدور لحاجات تانية أو الأصحاب الأبراضي المزمينة زي الدكتور والسكر هل ده يتعرض مع ده ولا الأعشاب أصيصا صحية كل حاجة مع كل اللي إحنا يوميا بنتغزة يوميا على أكل وكله طالع من الرد الزراعية يعني الرز ما إحنا بنجيبه من الأرض الغلة من الأرض الضرة من الأرض كل يوم طوله النهار بنجيبه من الأرض بس الحيات مقسمة يعني دي غزائية زي مثلا الفصول يولي بيورز والبتاع دي دي اسمها غزائية وفي بقى حاجات دوائية زي حبة البركة الريحان كلام ولكن كلها طالع من الأرض بس الناس بقى تعودت إن ده غزاء بيأكلوه طول النهار ومتعودين عليه أما الحياة ديها فهي مشروبات مثلا بدنشربها عشان مثلا تكوج هزة المناعة تحسن الحالة النفسية عندنا وهكذا أنا لو اشطربت منها مفيش أي مشكلة عادية لو أنا متعودة الناس الزمان ما كانوش لسه يعرفوا تقدم مثلا اللي احنا فيه حاليا العصري الحديث ده وكانوا طولة عمرهم بيأكلوا من الغيط حشائش من الغيط يعني هو ماشي في الغيط يلاجى حاليا اسمها هندباء اللي هي ورج السريس يجيبه في الأرض ويمسحه ويأكله وهو ماشي يلاجى مثلا ملوخية خضرة يأكله يلاجى أي ورج يجاب له يأكله وهو ماشي ينجنك كده ماشي طولة السكة كل ما لاجى حاجة يدور عليه تلاجى صحيته ماشاء الله أقوى من هنا بكثير جدا وماشاء الله وتلاجى الرجل عنده 90 سنة وكان بأنا شفت وانا صغير الرجل عنده 90 سنة بيجاتل ولاده عشان هازي تجوز تاني وجوزوه خلفه عنده 90 سنة ليه لانه مصلا كان عايشين على الطبيعة لو نرجع للطبيعة تاني هتلاجى صحيتنا تحسنت جدا جدا طب ناخد اتصال معنا يا دكتور ماشي تفضل معنا أستاذة ريهام مسائل خير مسائل نور يا فندا مسائل نور ممكن أكلم الدكتور لا شبحتك معاك دكتور سالم تفضل أنا حاليتها النفسية متوترة وتعبانية مكتعب يليها منصوط على اخر Zhu والله يا دكتور والله يا عمي بax hug então تعبى متوسط تفضل يا نور والله مش تعرفة يا دكتور والله انا اكتئاب الاولس الاول لي كانت تisance المعدة الاول مش عارفه التهاب في المعدة على عصادي تعبانة متوسطر دايما ومش حاول أي كلام معنا لما كنتش كده والله معنا للسه يا لسه هو ما ماشي اي كل الناس بتولد ربنا سبحانه وتعالى بيخلق كل الناس الصحاء كل الناس عندهم قوة الجهاز المناعة قوي كل الناس ممتازة احنا اصلا الحياة هي وعقليتنا في التفكير هي اللي بتلخبط صحتنا وتلخبط حياتنا كلها انت بدأت تكتائب وتزعالي وتتوتر وتنامي كل يوم عيطة وتنامي زعلانة تصحي من النوم تاني يوم تلاقي عندك كرحة في المعدة الحموضة زادت في جسمك والدم الحمضي زادت في جسمك فبدأ هو بيأثر لك على موضوع المعدة ويحصل لك كرحة في المعدة ويحصل لك مشاكل كثير وبعدك هتلاقي ظهرك واجعك وبعدك هتلاقي خشونة المفاصل تلاقي عبرت لك بتوزع لك وانت صحي من النوم الصبح كل هذه الاشياء سببها الحالة النفسية وعدم الاستقرار والتوتر انت مثلا يعني انا لما بتيجي تركزي في الحياة هتلاقي الحياة مش مستهلة احنا اصلا شوية وكلنا هنموت وانا اتوقع على الله الشاطر اللي يحافظ على حياته واستغلها احسن استغلال وما يهموش من اي حياة في الدنيا ابدا ولا اي حياة في الدنيا تقهرك يعني مثلا مززوجة وزوجك مزعيلك ما تحطيش في دمك كلامه ليه كحاماتك بتقول لك كل يوم كل ما بتحرك في دمك ما تاخديش على كلامه ركزي في حياتك الشخصية انت وركزي في نفسك وركزي في اولادك وان شاء الله هتجيبي مثلا حاجة أصنعها لبردكوش وزعتر وحرجل وشمر برضو بكمية متساوية مش عايزة أقول لك النسب عشان ما لأخبطقيش بكمية متساوية تاخد الخليط ده تطحنيه وتشرب منه هتلاجأ هدى لك المعدة وروج لك يبالك وبعدت اي حياتك تنتظم تشرب منه مرتين تلاتة خلال اليوم يا رهام وربنا ان شاء الله يسر امرك يا رب شكرا لتصارك يا رهام تبطل مستحيل يا دكتور لا مش مستحيل والله احنا عايشين في الدنيا فيها حاجات زعلنا وفيها حاجات فرحنا ان انا تجنب الحاجات اللي تزعلني انا مش عايشة جمال انا هتأثر هفرح وهزعل في واحدة مرة والدتها توفت فجعلت تعيط في 3 يام واربعض انها كنت تحب والدتها جدا وزعلانة وحزينة فبعد ما والدتها توفت وال3 يام عده لاجت تعنيها مالت جيب دموع مستمرة وهي لابسة نكاب فدائما تلاقي فيه خطين هنا من كتر الدموع راح تلافت كتير على دكترة تعالج الدموع الدموع بتنشافش والخطين ظهرين على طول المهم ربنا صبحنا تعالى يعني كرمها واترت فيها فجالتلي الوضع كذا كذا قلت له دي حالة نفسية مرت بيكي وانت كنت بتعيط وسبتت عندي جالت فعلا انا كنت بقيت في موتة والدتي ومن يومها والدموع مش ردها تجف فانا لوقت سيبت الامر الادوي وروحتي مديها حاجات تعالج الحالة النفسية له عشان تشربها تهدي عصابها بعد 3-4 يام الدموع نشفت خالص احنا لو ركزنا كل الاطباء في مصر وفي العالم ركزوا دايما على الحالة النفسية وعملوا الناس بالوجدان يعمل الناس بالروح ويركز فيها ويركز فيه وعالجها لان احنا الحياة دلوقتي عدد مادية اكثر منها روحية واحنا دلوقتي لما بيجي الدكتور بيتعلم كله الطب بيطلع هو اكاديمي بحت يعني واحد وواحد سوى اتنين فما بتعملش من الناحية الروحية مع المريض يعني مثلا هو قوى عنده الطاقة الايجابية بكلمتين حلوين وطلع من عنده مبسوط هيخف من غير ايه بس خالي برضو برك يا دكتور ان الثقافة عندنا بتقول ايه لو حد مكتاب او حد مخنوق ما بيروحش الدكتور حتى نفسي ما بيفكرش ياخد اعشاء بيقول بيبقى انا عايش مع نفسي واتعزل عن العالم احسن لي فكرة ان انا روح لدكتور او ان انا اتكلم معك فالفضة صعبا هو لو حبس نفسه وبدأ متعملش مع حد الاكتاب عنده هيزيد والتوتر عنده هيزيد وهيكره اكتر الناس والرسول صلى الله عليه وسلم علج النقطة دي في حديث جميل جدا له جال فيه لانت عاشر الناس وتصبر على ازاهم خير لك من ان تعتزلهم انت اصلا عاشر الناس انت ربنا صلى الله عليه وسلم خلاجنا احنا كائن اجتماعي طبعا لازم اتعمل مع الناس ولما يؤذوني وانا اتحملهم هو بيئزيني وانا اتحمله هو بيقو عندي الطاقة اللي هي بيصمة قوة التحمل ان انا اتحمل الناس واصبر عليه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة لو احنا كل شوية باجا هنأمل مشاكل مع الناس عشان الكلام كل الناس هتاكل في بعضها لكن لازم ربنا سبحانه وتعالى يصطفي ناس يكون عندها اخلاج عالية ويكون عندها صبر وتأني وتتحمل بعض ونتحمل بعضنا البعض ونصبر على بعضنا البعض وانا قلتلك ان الدنيا اصلا من فاته وكلنا هنموت ان شاء الله موضوع بحد ذاته برضو مش تشيقم مش تفاقل بس معنا ناخده لأول ماشي قالوا ايو السلام عليك وعلينا مسلام رحمة الرحمن 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 الرحيم اتفضل معاك دكتور سالم اتفضل عليك اتفضل عليك معاك الدكتور اتفضل بقول لها حاجة لبك يا دكتور نا كان عندي عندي ايه بناني من مرضة وفروف السناية العامة كده طب بصو اه وطي التلفزيون عشان اسمعك لان صوتك واطي بقول لها حاجة لك كان عندي طدر واخد بالحضر راكت سامعك طدر فكان مرة بقول لغروف تغطر وقلق كده وكان شوي نام واخد بالحضر راكت اه ويجب دي نفس ممكن تبعد على التلفزيون بعد اذنك طيب وتسمعنا من التليفون مش هاسمعه طيب حاجة بصرعة عنده ضجف تنفس بقى بيجي دي في التنفس وكان بيجي له اه وكان بيجي له اه بقى دي سنتين عبر ده فقاعد ياخد بالقلو العاجات النفسية العاجات النفسية بياخدها بقى له فترة ببه بياخد العلاج يرتاح وبعد ما يخلط العلاج اه يجي له نفس الاعراض عشان الحاجة اللي هو بياخدها بتعتبر مسكينة شوية بتسكن الاعراض وبتسكن الحالة زي اتضم مخدر كده شوية بعد ما الوقت بيفوت اللي هو بتاع تأثير الدواء على المرض بتاعه بتلاجه حالته رجت لنفس يعني رجت لوضاعها القديم مرة ثانية هو طالما يعني عنده ضيق في التنفس والحالة النفسية بتأثر له على الرئتين هو عنده الجهاز التنفسي عنده نفسه ضعيف ابنك الجهاز التنفسي عنده ضعيف وابنك حساس جدا وعايز معاملة خاصة يعني انت عايز تنتشله وتاخد بيده وتصبر عليه واحدة واحدة ولا تفرض عليه حاجة سيبه ياخد قراراته من نفسه وان شاء الله يتعامله على انه راجل طالما هو كبير كده وبتاعه واحدة واحدة هتلاقيه بدأ يخرج من الحالة اللي هو فيها ويتحسن ثم انه هو طالما الحالة النفسية بتجيله بيدك تنفس انت هتجيب بقى حاسمها البردكوش ميت جرام وورق جوافة ميت جرام وتحطه عليهم قسط هندي خمسين جرام وحبة البركة خمسين جرام وخلي اطحنهم مع بعضهم البعض وخلي ابنك يشرب منهم كوباء الصبح وكوباء بالليل وما تطلبش منه اي حاجة خالص سيبه هو يعيش حياته كده وبعدين يخرج من هذه الحالة بذاته بنفسه هو اصلا عايز يسترد شخصته الطبيعية هو دلوقتي فيه ازمة نفسية زعلته ومن ساعته هو من ضايع والزعل النفسي ده لما جاله اثر له على الجهاز التنفسه عنده لانه رؤيتين عنده بطبعه هي ضعيفة ممكن يكون كانواخد برد هو صغير والبرد مازال ما اثر عليه فلما جات له الحالة النفسية دي اظهرت له العيب اللي في جسمه وربنا ونفقك عمل حاجة شكرا انتصال حالاتك كيفانا قبل انتصالكنا منتكلم على الحالة النفسية اه انتو بتقولي لما احنا انا بقول كلنا هنموت معناها نفاة تشاؤه لا لا خالص ليه بقى لان الحكيم مندانى نفسه عمل بعد الموت ايه يعني ايه الكلمة دي يعني احنا اصلا الموت هي حالة انتقال الانسان من الحياة الدنيا الى الاخرة مفيش موت يعني عدم ده الموت معنى انتقال يعني احنا هننتقل من الحياة دي ان انا اجاب الربنا صبحانه وتعالى يوم القيامة فحتى ان لو واحد صغير من الهاتة وانا اتحملت وصبرت عليه انا عارف ان انا اخد اجر عند ربنا صبحانه وتعالى بصبر على رغم ان انا عارف ان انا ممكن امسكه اموته واجضع عليه خالص لكن انا اصلا مستخسر ان انا اخلص عليه مثلا وضيع مستقبل عشانه فبسمحه واقول يالله منه لله وامرنا الى ربنا واستحملني ده اصلا بقى ايه ليس الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك ليس القوي بالسرعة ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب اللي يقدر تحكم في نفسه ده هو ده الانسان القوي فيها لا هي بالتدريب والله يعني هي العملية عاملية انت عابو صلى الله نبي انت شخصيا انت طيبة ومتسمحة ولذيزة وحلو بس من نفس الوقت حساسة وتاخد على خطرك بسرعة ومش عايز حد يزعيلك فلما انت بقى تيجي تزعيلي وبتزعيلي جامد جوي بتعز عليك نفسك وبتدنك في الموت بتاع الزعل مدة طويلة فتلاقي نفسك اتأثرتي وتصحيتك نفسها تتأثر فيه بقى الحالة النفسية ديت لما بتصيب ناس فيه ناس بتخسسهم يعني يزعل فيقظم في نفسه ويزعل جوي نفسه وتتصدع الاكله ويحصل له اسقاط في شهية الطعام تلاقي يعمل ينشف ينشف من الزعل وفيه واحد لما يزعل تلاقي شهياته اشتغلت اكتر وبدأ ايه يكل اكتر فيزيد على الزعل لان كيميا جسم الانسان مش كل الناس زي بعضا وكل الناس عندهم افرازات وتفاعلات داخل جسمه تختلف عن التاني زي ما نقولت الحضرات الكل واحد فينا له بصمة خاصة بشخصيته وخاصة بنفسه والموضوع بيجي بالتدريب يعني احنا اصلا ايه المهم اهم حاجة في القصة دي كلها انني لما كتأب او اتوتر او يبقى اندي قلق ما سيبش نفسي للحالة دي في الحالة المرضية انا الحق دايما نفسي اول باول يعني افرض انت يا حد زعلك حاولي ما تدنكيوش زعلنا مدة طويلة حاولي تخريجي نفسك من الزعل وتعمل اي حاجة تفريحك وتبسطك اكتر حاجة ممكن تعملها تصلي تجري القرآن تعود ربنا سبحانه وتعالى تلتجئ الى الله عز وجل ساعة لما يحصل لك اي مشكلة هتلجى ربنا ايه بجنبك على طول ناخد سمر معنا؟ تفضلي سير خير يا سمر استاذلك بس توطي التلفزيون بعد ازلك واسمعنا من التلفون حامل معنا يا سمر سمعنا كده يا سمر خلاص؟ طب حاولي تتصلي بينا تانية يا سمر وشكرا لاتصالك دكتور انا برضو عايز اعرفك ان الناس كلها مش مثالية يعني بتعرف تسيطر على نفسها في ناس لأ مش معناها ان الناس دول وحشين ودول وحشين لأ عايزة تقول نصيحة لكل اللي بيتفعونا دلوقتي بيتفرجوا علينا ازاي نحاول نقلل توطراتنا والبعد عن الابتئاب ونعيش بسلام شوية لو اني مثلا حسس اني من نوعية اللي بتوتر بسرعة ابتدي مثلا اشوف الاشياء اللي بتوترني وابتدي ابعد عنها اشوف ايه اللي بوترني وحلو يعني مثلا لما بوجد في البيت ولاجي الاولاد عندي عمالي عماله هيصة وبيوتروني فابعمل ايه يعني كون بجرف كتاب مهم جدا هم شتتوا زهني خلوني اللي انا جريتوا نسيتوا ارجع عيد عليه تانية فعمل ايه مثلا قلت له يا ابنة قد انت هو سكتين شوية فالالسكت هترجع بتلعب تانية صغير ما تبطلش لابعزين يلعب طول النهار فعمل اجايبهم وابتدى فاهمهم ان انا بجرع وبذاكر ووهدو شوية وكلام من ده اما اجيب لهم مصاحف يجود يجروا فيها جنب بالمهم ان انا بحل المشكلة ما سيبش العيال يجود يعملوا هيصة وانتنرفز اجوم اضروبهم يبهم اصلا عزين يلعب وانا ضربتهم بدون زمد لكن انا افكر في المشكلة قبل ما اخد قرار وقبل ما ازعى الوضايق كل مشكلة ولا حل افكر في الحل واعطي له ايه افكر في المشكلة واعطي له حل ومش لازم يكون مثالي كل الناس بتحل بطريقة مختلفة عن بعضها البعض دس المهم ان انا اكون ايجابي في ايجاد الحل لأي مشكلة تجابيني وتوجهها اما لما اشرب مثلا اعشاب هو انا دلوقتي خرجت عن السيطرة انا عندي عندي متوتر واحدة مثلا بيقول لك ده انا بقعد بالتلات اربعة تيام ما بنامش انا بقى حيزا نام فراحت لدكتور اديها ادوية منومة ما بتنامش برض طب منجي بقى نديها بقى عشاب تشربها مثلا زي عشيس القدسين زي حيزا اسمها الناردين اه من اديها مثلا حيزا اسمها الميليسيا الريحان من اديها اللفاندر بتشرب الاشياء دية دست لها عصابها هدية وبدأت تنامو بات كويس قرار النوم اه قرار النوم لازم يكون منها اولا انها نفسها تنام لازم تصمم انها نفسها تنام تبرمج عقلها انها نفسها تنام بص حضرتك اي واحد فينا بخش الجامع عشان يصلي بيقف في الجبلة كده وربنا عارف ان هو يصلي والملائكة اللي بتسجل عارف ان هو يصلي وكلنا عارفين ان دي معاد صلاة الزهر ولكن هو بيقف يقول ايه نويته اصلي الظهر اربع مرة هو بقول نويته اصلي الظهر ليه عشان البرمجة العقلية عشان يفصل عن الدنيا ويركز في الاخرة يقف بين ايادة ربنا سبحانه وتعالى هو من برمج دماغه في حتة البرمجة دي ان انا برمج نفسي دي عايزة ايه ان الناس كلها تتعلم الفكرة ده فكرة البرمجة ان انا برمج نفسي على ايه التحمل وعلى موجهة الصدمات اللي في حيات الناس في ناس على فكرة شافت مشاكل كثيرة في حتة بس يعني مسلا مسلا يجي يجي يجيبه مغني عيل تافه طالع ويقوله انت يعني عملت في ماشي يقول لك ده انا صنع الناس اكتر منه الاف المرات تتعزبت في حياتها بس ما حدش عارفه ومبتكلموش وصبرين ومتحملين يعني اصلا اقصد ان انا في كلامي ان اصلا يا ما في الدنيا ناس كثيرة شافت صدمات في حياتها وتحملتها بكثير جدا اكتر من ناس كثيرة جدا انت تتخيالين ماشي كل ما سمر تتصل بينا سمر حاولي تتصلي تاني بينا واحنا مستنينك يا سمر طيب دكتور احنا بتكلم على الاعشاب بحيك قلت الاعشاب بس ما قلتش ترقتها هل على مرية مغلية هل تتغلي على النار هل ممكن تتشرب بردة ممكن احسن طريقة تشرب العشاب ان انا مسلا اجيبها واطحنها واخدها زي ما هي صفوف بس في ناس ما تطحنها وتنعمها بتعرفش الصفاء انهم نقول لنا طب خدوها اجلبوها في كوباية مية بردة واشربوها على البارد دي الطريقة التانية المسلى ان ان انت تاخدر حاجة الصفاء كده زي السكر كده من غير مية نجل مية مغلية اي حاجة خلص واحد اخد شغل يجي سفيفهم بس يكونوا نعمين بردة طيب مش عارف اجلبهم في مية بردة طب مش عارف اجيب مية مغلية واصب عليهم واشربها كل شيء ما كانش ممكن اغليهم على النار بس اغطي عشان ايه زيت الطيارة ما تخرجش منها واشربها طب ممكن نعمل كمية وطاعد معها طاعدة اربعة تيام ممكن نعمل جزة لتر كده وحطها في التلاجة وابتدي ايه اشرب منها كل شوية زي الناس اللي تشرب مسلا بيب سيكولة وكوكولة يصب شوية اشربهم ممكن مسلجين كمان زي فيه ناس بتعمل كوبات كاركادي كبيرة كده واشربها كل ساعة كل ساعتين يشرب كاركادي مسلج وفيه ناس بتشرب بردقوش مسلج وفيه ناس بتشرب ريحان مسلج يعني مش لازم كل العشاب نشربها تكون مغلية ممكن اشربها بردة وطبها طعامها جميل جدا وكويسة طب ناخد حسن؟ حسن مساء الخير خير مساء النور لو شمعتم ممكن افعل سؤال باش للأستاذ تفضل تفضل معك دكتور سالم تفضل هل في علاج بالعشاب للسمة؟ للإيه؟ للسمة للسمة ايه باش ايه انا دلوقتي وزني مية خمسة وتلاتين ويا انا مشيت على انظمة وما فيش فايدة خارجة اه ماشي مية خمسة وتلاتين انت بص يعني هي الموضوع الاول عزيمة يعني انت لازم تكرر ان انت تاخد قرارات كثيرة وبتعمل انظمة وبتمشي شوية وبتزهج وبتبطل فجسمك بيعود يرجع يزيد تالي الجسم بتاع الانسان في حاجة اسمها العقل الباطن وبدارس حالتك يعني العقل الباطن ده اصلا بيساعد جسمك على على الحياة والصمود في الحياة فلما جسمك بيزيد ومسلا وعد وزنه مية واربعين كيلو فانت انت متسجل لها ده العقل الباطن ان انت وزنك مية واربعين كيلو لما بتجي تخسسه العقل الباطن ده بيدي اوامر ان الجسم كده في حالة مرضية ان هو بيخس يعني كده حاجة مش طبيعية فبصدر اوامر للخلايا انها تدنها متمسكة بالدهون اللي فيها عشان الجسم مش يفقد الطاقة اللي فيه فانت بتقعد تخس ضد العقل الباطن فبعد ما تبطل تلاقي جسمك عاود الزيادة تانية لان ايه بيسترد اللي فقده لان انت في العقل زماني قلتلك مد اوامر لزيادة الوزن عشان يحافظ على جسمك فتجوم انت بسان ان ايه بعد ما قدت مثلا مية واربعين خسيت مية وعشرين تلاقي نفسك ووصلت ال مية واربعين بل بالجسم بتخطى ممكن تصل الى مية خمسة واربعين فانت الاول خالص لازم تبرمج عقلك دايما تكلم نفسك ان انت عايز تخس ان اني لازم اخس ان ان شاء الله اخس وتمشي كتير يعني تبتدي تتحرك وتمشي كل يوم وليكن مثلا ساعة وتبتدي تلغي مثلا اكل العيش والمحشي والمكارونة والرز والسكريات بانوحها وتحاول تشرب مية كتير معصور عليها لمون تجيب كوباية مية مثلا كبيرة كده وتوصل عليها لمونة ياريتها بالجشر والبزر وتشرب دايما مية بلمون باستمرار على طول او مثلا تجيب العشاب وتغليها في مية وتشرب مية مغلية بالعشاب باستمرار بدل ما تشرب مية طبيعية عادية لها تشرب مية مثلا عليها اعشاب مع الوقت وانك انت تدنك ثابت على هذا الوضع وتلاقي جسمك هتلاقي ممكن تخسلك بتاع 20-30 كيلو لو اردت طيب انت بقى خسيت وزهكت وعايز ترجع تاني بقى تعيش طبيعي لان انت حسس ان انت خانج نفسك وكده ما تحاولش تسيب نفسك لان جسمك هيرجع يزيد اكتر من الاول تاني ولو انت خسيت في 3 شهر هتزيد الحبة اللي انت خسيتهم في 10 ايام بالظبط يبقى تعمل ايه تدنك متحكم في نفسك وما تسيبش نفسك مرة واحدة تاكل كل اللي نفسك فيه اللي انت حرمت نفسك منه وترجع تاكله تاني فتلاقي نفسك زيت تاني هي العملية عملية ارادة وتصميمه منهش حياة يعني ادنك مظبط نفسك على وضعه معين في الاكل والشرب ومسلا تاخد وسائل زي العشاب والرياضة وحد دي تتمشى عليها هتلاقي نفسك جسمك طالما بدأ يخس هو خلاص بيسحب باجا في موضوع التخسيس وده انك كل يوم تحس ان انت بتخس كل يوم تحس ان انت بتخس انما انت بتزهج بسرعة سامح اسمه سامح انت بتزهج بسرعة سامح اي حسن بتزهج بسرعة بدانك شوية وبعدين تميل وبعدين ترجع تزيد وهكذا كل شوية تاخد قرار تخس شوية تزيد شوية انت لازم تحط لنفسك منهج وجدول حياتي ده انك ماشي عليها على طول لحد ما جسمك يخس بطريقة جيدة بدون ما يحصل ضرر للكابد او الكلا او كلام ده ممكن انت بتواصل معايا ان شاء الله انا بقولك على شوية تركيبات كده فيمش على ورب ناسه طب دكتور سالم كان جالنا اتصال بس عشان وقت البلنامج استاذ محمد بيقولي دهوقتي جالنا متصل بيقوله عن ستين سنة اه وبيشرب اعشاب وبياخد ينسون برضو ما بيعرفش ينام اه ورج الزيتون اصلا بيسحب الدهون والكلسترول اللي موجود في جسمه فيحس ان هو على فكرة النوم عايز هدوق اعصاب وفي نفس الوقت نسحب ارتفاع ضغط الدم اللي بيه موجود عند الانسان يعني مثلا واحد هو عايز ينام طولة ما هو مصهلل وجسمه اصلا فيه طاقة عالية جدا وفيه فكر في دماغه مسخن جسمه عمره ما يارف ينام خالص اول ما اخد قرار للنوم لازم المكان اللي هينام فيه اولا يكون مكان يهدي العصاب ما باش مشاغل جامبه راديو ولا تلفزيون ولا مسك المحمول في ايده ولا القصص دي والاضاءة تكون طفية خالص الصور اللي موجودة على الحيطة ما يشوفهاش وبعدين يتوضى جابل ما ينام وبعدين يشرب العشاب عبوب عليها مثلا مية جرام ورق زيتون ويحط عليهم عشرة جرام ورق كفور وعشرة جرام ورق اسمه صفصاف ويحط عليهم خمسين جرام بردكوش وخمسين جرام ريحان اللي انا قلت عليه اسم المفرح القلب المحزود لو خلط الخلطة دي الزمان قلتها بالضبط وشرب هتلاقيه ان شاء الله ينام وهينام اللي حواليه يعني وهيعد الناس اللي حواليه كلهم هينوه بالصلاة عنه دكتور سلم حلقتنا انتهت ان شاء الله يدينا حلقات تانية كتير مع بعض ونتكلم فيها عن استمنة والحاجات اللي بتحرق الدهون ان شاء الله نورتنا النهاردة ويا رب تكون حلقة استفاد منها كل ان شاء الله بامر الله عزيزي وشهدين انتهت حلقتنا النهاردة يارب تكونوا استفادتم منها انتظرونا في حلقات خادمة والعطار